أسعد الأوقاتكم عزاء المشاهدين لجواء اليوم جواء غائمة إلى غائمة جزئيا على أغلب المناطق مع نشاط متوقع للرياح الجنوبية الشرقية من حين إلى آخر قد تصل سرعتها أحيانا إلى 45 كم في الساعة تتسبب أيضا بارتفاع الأمواج اللي قد يصل أحيانا إلى أكثر من 6 أقدام لذلك ما ننصح في الممارسة الأنشطة البحرية خلال 24 ساعة القادمة وإلى حين تراجع سرعة الرياح لارتباطها بارتفاع الأمواج أيضا هناك فرص لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على بعض المناطق قد تكون رأدية أحيانا على بعض المناطق وحاليا هناك بعض الرشات الخفيفة لأمطار متفرقة خاصة على المناطق الغربية سجلت كمياتها ما بين 1 إلى 2 مليمتر في منطقة الشقاية والسالمي وكذلك في مزرعة الأبرج متوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن تكون هناك فرص لبعض هذه الأمطار ونصيب من هذه الأمطار على بعض المناطق الساحلية وداخل البحر الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا مع رياح جنوبية شرقية سرعتها الحالية 14 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 18 درجة مئوية رطوبة نسبية 61% والرؤية الأفقية إلى الآن ممتازة تجاوز 10 كم صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية كانت الأجواء صافية وخالية من السحب حتى مساء يوم الأمس لكن من بعدها بدأت تتكاثر بعض السحب تدريجيا حاليا الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على أغلب المناطق حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي مأثر علينا برياح جنوبية شرقية وفرص الأمطار واردة حتى منتصف يوم الغد وأيضا الأجواء الغائمة مستمرة معنا حتى منتصف يوم الغد ومن بعدها رح يبدأ يدخل علينا مرتفع جوي مع عودة للرياح الجنوب الشمالية الغربية ورح نلاحظ أيضا انخفاض نسبة وملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة أقل من الحرارة المسجلة اليوم والمتوقع أيضا في يوم الغد الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعة أحيانا على بعض المناطق 45 كم في الساعة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق فرص أيضا لتشكل بعض الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجات الحرارة المتوقعة تراوح ما بين العشر درجات إلى الخمسة عشر درجة مئوية في منتصف هذه الليلة مع دخول ساعات صباح الأولى من يوم الغد يستمر معنا أو تستمر معنا الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على أغلب المناطق ومستمر معنا أيضا نشاط رياح الجنوبية الشرقية خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر متوقعة تصل سرعتها من حين إلى آخر ما بين العشرين إلى الـ 45 كم في الساعة وأيضا فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة على بعض المناطق وقد تكون رعدية على بعض المناطق ما ننصح أيضا ممارسة الأنشطة البحرية وتأجيلها يفضل خلال هذه الأجواء لسلامتكم منتصف يوم الغد تستمر الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا لكن أيضا راح نلاحظ أن بدأ تتقل السحب تدريجيا تتراجع فرص الأمطار على أغلب المناطق نشاط رياح الجنوبية الشرقية راح يبدأ قل على أغلب المناطق مع تحول أيضا في اتجاه رياح لا رياح شمالية غربية لكن نشاطها راح يستمر معنا وقد تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة فرص أيضا لبعض الغبار المثار على بعض المناطق راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال نشرة التاسعة مساء يوم الغد يستمر معنا الهوى شمالي غربي لكن أيضا راح تبدأ قل سرعتها متوقع تصل ما بين العشرة إلى 35 كم في الساعة على أغلب المناطق أيضا الأجواء راح تتقل فيها السحب تدريجيا وتتراجع أكثر فرص الأمطار البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيفة لمعتدل الموج يعلو أحيانا خاصة مع نشاط الرياح الجنوبية شرقية اليوم وأيضا نشاط الرياح شمالية الغربية في يوم الغد متوقع تصل سرعة الرياح إلى 45 كم في الساعة لذلك راح يصل معها الموج ما بين ثلاثة إلى سبعة أقدام الليلة وكذلك في نهار يوم الغد ولكن في مساء يوم الغد متوقع يصل ما بين أثنين إلى خمسة أقدام ولازلنا في فترات الفساد التي تكون فيها تيارات الماء الضعيفة الموقيت بدنا الله حسب توقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 65 دقيقة شروق الشمس ساعة 6.41 أما موعد أذان المغرب ساعة 58 دقيقة تقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة مستمر معنا الهوى جنوبي شرقي إلى متقلب الاتجاه حتى منتصف يوم الغد نشط من حين إلى آخر وقد تصل سرعة ما بين 20 إلى 45 كم في الساعة أيضا أجوارها تكون غائمة إلى غائمة جزئيا فرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق العظمى المتوقعة 21 وصغرة 16 درجة مئوية الهوى الشمالي الغربي بيستمر معنا في يوم السبت خفيف لم تدل السرعة قد تصل سرعة ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة أجواء مشمسة معظم الوقت العظمى المتوقعة 19 وصغرة 13 درجة مئوية يوم الأحد والأثنين عودة للرياح الشمالية الشرقية إلى جنوبية شرقية من حين إلى آخر وعودة للأجواء الغائمة إلى غائمة جزئيا مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق عظمى ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية والصغرة ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية الهوى الشمالي الشرقي مستمر معنا في يوم الثلاثة لكن أيضا رح تتراجع سرعتها أكثر وأيضا رح تقل السحب التدريجي أن تتراجع فرص الأمطار العظمى 18 وصغرة 12 درجة مئوية أعزاء المشاهدين لمزيد من التفاصيل حول الضغط تترون تنزلون تطبيق كويتمة تتابع لإدارة الأرصاد الجوية أو من خلال متابعة حساب وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي تنتهي جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم اشتركوا في القناة